وفي عالم آخر من التحديات والمعالجات التقى رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني جمعا من أهالي ووجهاء قضاء لمدينة شمالي محافظة البصرة ضمن منهج عمل الحكومة في الوصول إلى أبعد نقطة والاستماع للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم وأشار السوداني لأولويات العمل الحكومي التي تلامس حاجات المواطنين الفعلية مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن خدمات وتنمية دون الحفاظ على الأمن والاستقرار وأهمية وقوف العشائر الأصيلة مع الدولة مشددا على وجوب إنهاء ملف النزاعات العشائرية وتسهيل عمل أجهزة الدولة وأعلن أن جميع الطلبات خصوصا المتعلقة بالملف الخدمي ستأخذ طريقها إلى المعالجة مؤكدا أن لجنة من الوزارات الاتحادية لديها كامل الصلاحيات ستصل المحافظة وتعقد اجتماعا خاصا في شمالي البصرة وستتخذ جميع القرارات المطلوبة